ضمير العالم بدأ يتحرك مجموعة من الدول بدأت بتتقدم بشكاوى لمحكمة الجنائية الدولية شفنا خبر جنوب إفريقيا ومجموعة أخرى من الدول تصل إلى خمس دول تقدمت بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة منذ بدء عملية طفان الأقصى عمليات إبادة جماعية قتل فيها آلاف الفلسطينيين وتم تدمير المستشفيات والمنشآت الصحية والبنية التحتية لقطاع غزة احنا محتاجين نعرف تفاصيل أكتر عن إعلان رئيس جنوب أفريقيا تقدم بلاده بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية ده بالإضافة لعدد من الدول يصل لخمس دول وفقا لكالت رويترز خلينا في فقرتنا النهاردة نرحب بالدكتور أحمد فوزي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة بني سويف أهلا وسهلا بكتور دكتور بداية احنا شفنا تقدم عدد من الدول وعلى رأسهم جنوب أفريقيا بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية وده بيعتبر أول إجراء رسمي بالفعل ضد الاحتلال الإسرائيلي عايزين نعرف من حضرتك قانونا نقدر نقول إن القانون الدولي في دعوة زي دي بيقول إيه هو قواعد المسؤول أمام المحكمة الجنائية الدولية قواعد إجرائية تم الاتفاق عليها بمجب مساق روما الأساسي الحقيقة إن العالم كله بزل مجهود خطير جدا للوصول للمحكمة دي وكان المأمول منها إنها لا ترتبط بالشق السياسي فعشان كده كان فيه ثلاث وسائل مهمة للوصول إلى التقاضي أمام المحكمة الوسيلة الأولى كانت إن أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية تستطيع أن تتقدم بشكوى للمحكمة للمدعا العام للمحكمة أو يحيل مجلس وده حصل في موضوع الكنو أو يحيل مجلس الأمن الموضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية وده حصل في موضوع ليبيا والسودان أو المدعا العام نفسه للمحكمة الجنائية الدولية إذا رأى أن هناك انتهاكات خطيرة للقواعد الحرب أو قواعد ضد الإنسانية أو غيره يستطيع أن يحرك الدعوة أمام المحكمة الجنائية الدولية وده حصل في قضية مينمار إذن هناك ثلاث وسائل مهمة للوصول إلى المحكمة نحن دلوقتي بصدد الوسيلة التي هي حق كل دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية أن تتقدم بشكوى إلى المحكمة بعد التقدم بشكوى وده الحقيقة برضو مسألة مهمة لازم أن نأخذها في الاعتبار يجب على مجموعة الدول العربية بالكامل ومجموعة الدول الإسلامية المعنية بالمسألة أن تعد العدة لمرحلة قادمة من التحقيقات هتجريها المحكمة الدولية بعد أن تصل هذه الشكاوى إلى المدعى العام الشكوى بتروح للمدعى العام للمحكمة بيتحقق من جدية الشكوى ثم يتحقق والمفروض أنه بيعمل فريق تحقيق بيتحقق من توصيف الجرائم التي ارتكبت هي جرائم ضد الإنسانية هل هي جرائم حرب هل هي جرائم إبادة جماعية لأنهم أربع اقتصاصات موضوعية أو أربع جرائم للمحكمة الجانئية جرائم ضد الإنسانية جرائم الحرب جرائم العدوان ثم الجنوسايد أو اللي احنا بنسميها الإبادة الجماعية عفوا عن النقطة دي يسمحي في الموقع أنا آسف لأن المرحلة دي تحتاج إلى توثيق من الجانب العربي ودام الفلسطين صحيح ونحتاج إلى جمع الوثائق والأدلة والصور والوثائق اللي بتؤكد أنه في مجازر حدث الجهد القانوني الفلسطيني والعربي في هذه المرحلة بيكون شكله زافي هو شغال على قدم وصاق بصراحة الفلسطينيين إخوة الفلسطينيين وغيرهم والعالم كله جاشت وإحنا الحمد لله دلوقتي في ظل تطور إعلامي بتنتنقل صورة حدث صوت وصورة لايف وكل العالم كله بتفرج عليه فجانب التوثيق بقى سهل جدا لكن الإشكالية التانية بعد التحقق من النوع الجريمة وتحقيق وإقامة فريق عمل بيخصصه المدعي العام لدراسة الموضوع ده بيتطلب منهم أنه هم ينتقلوا إلى محل الأحداث أو واقع الأحداث في لجنة التحقيق تروح تنتقل بتنزل بقى غزة بتجمع معلومات وبتجمع عدلة وبتجمع وصائق اللاجنة نفسها المعنية بالأمر أمام المهينة بقى بتقف الدولة لاحتلال حجرة عصرة في السماح لهذه الجانب التحقيق زي ما حضرتك يمكن التاريخ بيشهد وإحنا أقول لحضرتك مش هنروح بعيد إحنا في 2006 تم نفس الكلام ورفع الأمر أعتقد من جيبوتي يمكن أو من إحدى الدول العربية المعنية اللي هي عضو في المحكامة الجنائية الدولية إحنا هم بتلت دول الأردن وجزر القمر وجيبوتي ورفع الأمر في 2006 واختصت لجنة وتم تحقيق لجنة بالفعل واللجنة يعني عملت شغلاء وبرضو كان متعلق بموضوع غزة وأصدرت مذكرة أصدرت مدعا العام مذكرة بتوقيف أو بالقابد واعتقال تسيب ليفني لو حضرتك فاكر وكانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية كانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية لما راحت إيطاليا ما نزلتش من الطائرة لأنها كانت مهددة بالقبض عليها وحصل برضو في البشير في السودان في موضوع ضرفور وتم فعلا أصدر كان أكامبو المدعا العام للمحكمة في الوقت ده وأصدر مذكرة بالقبض عليه ومحاصرته في كل الدول الموجودة وبالفعل يعني برضو كان قامته محددة لهذا الأمر فالإشكالية اللي احنا بنصطدم بها هنا مش فقط التوصيق ولكن السماح للجان التفتيش والتحري واللجان الفحص والبحث وكلام ده اللي هي تضع التقرير النهاي لوقوع المخالفات من عدم هي دي الإشكالية اللي احنا بنصطدم بها في إجراءات المحكمة إذا تم ده وتوصلنا فعلا أن الأحداث اللي حصلت شكلت إحدى الجرائم اللي قلنا عليها جرائم إبادة جمعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب لأنها بتحق على المدنيين وعلى العسكريين والحقيقة أن ما أحداثته إسرائيل في غزة طوال الفترة السابقة كان بمثابة جرائم معقدة احنا نسميها جرائم متراكبة أو مركبة يعني ارتكبت كله ارتكبت جرائم ضد الإنسانية ارتكبت جرائم حرب موثقة ارتكبت جرائم نقدر نطلق عليها برضو الجنوسايد أو الإبادة الجماعية ارتكبت مجموعة سهلة جدا إثبتها بعد ما بيتم ده بيتولى الفريق ثم بيصدر المدعي العام القفضة على الشخص أو المسؤول أو الجندي أو رئيسه أو رئيس الوزر بس هناك تحقيق مستمر من 2014 وحتى الآن 2014 فتح باب التحقيق فيه ما يحدث في الدولة دولة فلسطين 2021 ما حدث العدوان الكبير على غزة ومحاولة قاعدة اعمارها من جانب المصري يعني احنا نتكلم ان هناك على مدار سرمات كبيرة فيه بالفعل عدة دعاوة محركة في المحكمة وهي هذا صحيحة بتأخذ وقت كتير جدا يعني اقول له حضرك حتى يعني معلش تاني هذه المحكمة ليست فعلة بالقدر اللازم والحقيقة ان انا وقت الازمة ووقت الحروب انا بنفكر في الحلول وليس في شق التقاضي لان شق التقاضي بيأتي مرحلة لاحقة فيه اجراءات كتير جدا واحيانا تصدر تحقيقات وتنتهي القبض ولا تنتهي لشيء لان الاسف الشديد المحكمة الجانبية الدولية ليس لدائها قوة عسكرية مسلحة تستطيع ان هي تنفس بأحكمها وتجيب الاخ او الشخص اللي هو مطلوب القبض عليه او محاكمته حتى لو جابته بتبقى عندي اشكالية لانه احيانا يكون مسؤول يعني على فرض دلوقت ان هي اصدرت لي رئيس الوزراء الاسرائيلي او وزير الدفاع قرار بتوقفه والقبض عليه هل هيبقى من السهولة ومسؤوله امام المحكمة المحكمة ليست لديها قوات مسلحة تستطيع ان هي تكبر دولة معينة على او شخص معينة على المسؤول فبيمسل امامها اما طوعية زي ما حصل مع رادو فان كارديتش وغيرو او ميلوسوفيتش طوعية هو بنفسه قال والله انا عاز بر اسمي وسحتي امام العالم عند النقطة دي بس اسمح لنتوقف عندها نرجع نتكلم عنها هل ممكن يجي يوم ونلاحق فيه القادة الاسرائيليين المسؤولين عن هذه المجازر لانها جرائم يعني لا تسقط بالتقادم نروح لفاصل سريع ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا مع دكتور احمد فوزي استاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق رجعنا لحضراتكم من جديد وحورنا مستمر مع دكتور احمد فوزي استاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة بنسويف المنورنا في استوديو صباح الخير مصر نرجع مرة تانية وفكرة انه هل ممكن يأتي اليوم اللي نلاحق فيه القادة الاسرائيليين وكل من تورط في هذا الدم الفلسطيني لانه دائما حينما تذكر هذه الجرائم اللي حضرتك ذكرتها فيما تعلق بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب ويعني قتل المدنيين هي جرائم لا تسقط بالتقادم وحابين نوضح الجملة دي للمشاهد انه حيجي يوم يعني زي ما بيقول كده ويتم محاسبة من ارتكب هذه الجرائم حتى المساق المنشئ للمحكمة قال حاجة زياري فقال الفكرة اللي حضرتك ان هذه الجرائم باعتبارها جرائم انتفكت وضد الاسرة الدولية بكاملها لا يمكن اسمح للتقادم ان ينهي هذا النوع من الجرائم فأي مهما مرت عليه سنوات سيظل هذه الجرائم وده مهم عشان توثيقة مهم عشان الجزئية دي ستظل هذه الجرائم لا تغضع ابدا لقاعدة التقادم تحت اي بند من البنود حتى سمح للدولة اللي هي تنضم للمحكمة ان هي ترجع لتطلب شكوى ضد الجرائم اللي ارتكبت قدامها او قدام غيرها من الدول قبل فترة انضمامها فاذا خد بقاعدة مهمة جدا مش موجودة في العلاقاتنا ان المحكمة تلزم بس الدول بعد الانضمام لها لا الدولة اللي انضمت للمحكمة يجوز لها تتقدم بشكوى على وقائع وجرائم سابقة على التحقها وعلى انضمامها الى المحكمة الجنائية الدولية لكن الاشكالية فيما يتعلق بالقادة يعني دايما نقول ايه ان انا عندي نص صحيح وصريح في المساق ومعمول بيها من المحكمة وبيقول اني ما فيش حصانة ما فيش حصانة يعني الرئيس والمرؤوس يخضع لي المحكمة الجنائية الدولية يعني لو اي قائد مهما علت رتبته عسكري او حتى غير عسكري كان متهم في هذا النوع من الجرائم او يعني لو يدي في مثل هذا النوع من الجرائم يحكم امام المحكمة فاذا الحصانة الموضوعية ليس لأي حد حصانة امام المحكمة الجنائية لكن الاشكالية في الحصانة الاجرائية هل يمكن ان انا اجيبه امام المحكمة الجنائية الدولية او ارغمه على الحضور او حتى اجيبه باي وسيلة من الوسائل طبعا استحالة ان حضرتك ان يجيب القادة العسكريين للسرائين امام المحكمة الجنائية بدغط من مجلس الامن لان انت عارف حضرك الفيتو امريكا والدخول في مجلس الامن المسألة دي شيء بمستحيلة ولذلك انا لا اعاول عليها ابدا في التقاضي امام المحكمة الجنائية الدولية او المسؤول امامه لكن هل ممكن طوعية واختيارا انه هو يدخل امام المحكمة الجنائية الدولية الحقيقة دي مسألة من الصعوبة لان رئيس المؤسسة هنا او وزير الدفاع او رئيس مجلس الوزراء بيبقى جزء من سيادة الدولة فالطلب مسؤوله هنا بيمس الدولة اللي هو كان موجود فإبان فترة توليء لحكمه ضرب من ضروب المستحيل او استناء وجوده في السلطة لكن ممكن بعد في فترة لاحقة يعني ممكن بعد ان تنتهي فترة عمل في السلطة طواياة واختيارا لان انا عندي برضو معلش اشكالية صغيرة احب ان انا يعني اقولها هي ان اسرائيل وامريكا بزلت جهود يعني كبيرة جدا من سنة 92 للوصول الى مصاق روما الاساسي سنة 98 وجيشت العالم كله ان المحكمة الجنائية الدولية دي حيم للدول الفقيرة والضعيفة والشعوب الموضوع حقاها وغيرها وبالفعل بزلت جهود مهولة جدا للوصول بعد التوقيع ووقعت الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل على مساق روما بعد قبل ما يدخل التصديق حيز النفاس بيوم سحبوا توقيعهم الاثنين مع بعض امريكا واسرائيل بعد العالم كله مكان وقع وصدق على بل بالعكس ما اكتفوش بكده عملوا اتفاقيات لحماية جنودهم وعساكرهم وقياداتهم لدى الدول اللي هما موجودين فيها لحمايتهم عشان يحموهم من المسؤول امام المحكمة الجنائية الدولية ففكرة المسؤول امام المحكمة الجنائية الدولية انا شخصيا يعني شايف ان هي يعني مش يعني مش هتوصل لحاجة تشفي غليل الشعوب او ما ايلي ذلك هي مرحلة تقاضي بتتم بعد كده لكن انا لا اعاول عليها كثيرا كوستاذ القانون الدولي ومتابع للاحداث انا مؤمن تماما بان انا ادور لحل هذه القضية على ان تتبع جميع الدول العربية السوابط المصرية اللي بتقول ان احنا نجزر الشعب الفلسطيني في ارضه الشعب الفلسطيني نفسه مقتنع ان ما حدث في 48 وعرب الشتات وغيره وغيره وما نالوه من انتهاكاته لن يعيد ابدا لن يعيد هذه التجربة مرة اخرى ولا نكبة جديد فقطاع غزة اهل غزة نفسهم متمسكين تماما ومتجزرين واحنا شايفين قد ايه صلابتهم في رد الفعل فاحنا مع السوابط المصرية كمان كان معنا حضرك اتفاقية جينيف نفسها بتؤكد على ان المحتل يجب عليه الا يهجر التزام من لزامات اتفاقية جينيف الا يهجر الناس اللي هم اصحاب الاراضي المحتلة الى اي مكان اخر بيستثناء حالة واحدة اللي بيتمارسها يا سرائيل دلوقتي بس طبعا بيتمارسها بشروط غير الشروط اللي موجودة انه هو يقدر يهجرهم اذا كانت فيه ظروف انسانية تستدعي تهجرهم من مكان الى مكان حماية لهم من الجانب الامني وقال لا تكون هي التي فعلت هذا الظروف هذه الظروف وان تعدهم الى مكانهم مرة تانية بعد انتهاء الازمة ثم ان تضمن لهم في اماكن التهجير الاقامة والحياة والمأكل والمشرب وغيره ثم القيد رقم خمسة او ستة ان هي تحافظ على الاسرة يعني هتهجر اسرة من الشمال الى الجنوب لدوعي عسكرية يجب ان تحافظ على الاسرة يجب ان تضمن للشماليين في الجنوب المأكل والمشرب والمأوى يجب ان تعيدهم الى الشمال مرة اخرى بعد انتهاء هذه الفترة وطبعا ما ننساش الشق الاقتصادي المعني بالمسألة من الاساس يعني يعني الهدف مطلوب ان شمال غزة يبقى مهجر وامام المعبر اللي عايزين يعملون كل شكرا لك دكتور احمد فوزي عميد كلية الحقوق جامعة بنسويف نورتنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا